كراءة تحليلية على العنوين صحف اليوم بيشرفنا ويسعيدنا في هذه الكراءة الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي أهلاً أستاذ أحمد أهلاً أستاذ أسماء صباح الخير أهلاً بحضرتك ونبدأ سريعاً من جريدة الوطن والصفحة الأولى والحقيقة خبر زي ما قلت يمكن إحنا تناولنا هذا الموضوع بشكل ما كان في شكل طبعاً تكريم الأمم المتحدة لوزارة الداخلية وبعد ممثليها لكننا نتكلم عن الأمم المتحدة بعد انتهاء قاب 27 لمصر كلها شكراً يا مصر ده الوطن صفحة واحد مصر حرصت على قيادة وتعزيز المشاركة الإفريقية نجحت في الخروج باتفاق تاريخي لصالح دول القارة المتضررة من أثار المناخ كمة شرم الشيخ هي الأولى عالمياً في مشاركة الدول الجزرية الصغيرة والنامية والبلدان الأقل نمواً حضرها 66 ألف مشارك رسمي حيال عديد من العنوين الهم لكن خلينا نستعرف بعضها ونتكلم على هذه القمة إنعكاستها وأهميتها الحقيقة على مصر أهم المكاسب اللي خرجنا بيها من هذه القمة وإلعى رأسها بالتأكيد صندوق التعويضات هو لما يبقى أي حد بيقيم أي فعالية أو أي جهة بتقيم أي جهة تانية طالما قالت حيسيات يبقى تقييم حقي أعرف لما يبقى التقييم بروتوكولي هم بنشكر وخلاص لهو شكراً وخلاص لكن ده فيه نقاط فيه حيسيات يبقى الكلام حقي وبعد كده الأرقام بتؤكد هذا الكلام يعني لما بتبقى مدينة عدد سكانها 30 ألف نسمة وبسيحة 480 كيلو بتستقبل 66 ألف 40 ألف على الأرض و26 ألف من خلال شبكات الإنترنت وبتستقبل 11 ألف 711 ناشط بيمثلوا أكتر من ألف و715 منظمة لما يبقى عندنا 156 طرف مشترك في المنطقة الزرق بيبقى عندنا 627 فعالية وندوى ونقاش ورقة عمل بيبقى عندنا 197 فعالية في المنطقة الخضرة الخاصة بمصر بيبقى عندنا 112 فعالية في الحضائق الخضرة دي أرقام بتقول إنه إحنا قدام أكبر بيبقى عندنا 40 دول أفريقية الأول مرة في دول تانية ممثلة بدرجات أقل لكن بيبقى عندنا 40 حكومة موجودة بيبقى عندنا 110 زعيم وملك ورئيس ورئيس حكومة موجودين طب إنت عايزة إيه تاني عشان يبقى دليل نجاح وبعد كده مصر تزود المؤتمر يوم وشوية علشان ما يبقاش إحنا إحنا قهص بالنظم المؤتمر محناش مسؤولين عن تغيير الكون إحنا عملنا اللي علينا والزيادة لكن ما مرضناش أن المؤتمر يبقى على أرضنا ويخرج دعا هو سيد الرئيس قال دي قمة التنفيذ فلازم الخروج بتوصيات أو بنتائج على أرض الواقع وحصل أيه وتحقق وبالتالي هذا الشكر وهذا التكريم من أمم المتحدة لمصر ورجالها سواء في رجال وزارة الداخلية أو في رجال الأشراف على المؤتمر والنظمه مصر كلها يعني مستحق طيب مازان ده مع جريدة الوطن وبرضو الصفحة الأولى السيسي وجد مشاركة التضامن والجمعيات في جهود تطوير جزيرة الوراء وتلبية احتياجات الأهالي توجهات رئاسية بتوصع في توطين صناعات الألات والمعدات الثقيلة لصالح عملية التنمية خلينا نتكلم سريعا في هذا الموضوع الحقيقي نتكلم في محوري المحور الأول بنتكلم على اهتمام الدولة بتلبية احتياج المواطن وتحقيق رضى المواطن كمان ان احنا لازم عندنا تحقيق رضى المواطن فاحنا بنسمعه ونلبي احتياجاته ده رقم واحد رقم اتنين أو المحور الثاني ملف التعويضات الدولة اهتمت فأثناء تطوير العديد من المناطق منها طبعا مسلس ماسفيرو منها توصيعة الطريق الدائري ودهواتي بنتكلم على الوراء بالتعويضات وخليني اخد برضو عنوان جانبي في نفس الصفحة 94 برج سكني اللي راغبين في البقاء في الوراء وسكن بديل في المدن الجديدة خمسة مليارات جنيه لتغيير وجه الجزيرة رئيس تنمية الوراء المرحلة العاجلة من التطوير تشمل كل الخدمات تضم مدارس ومراكز شباب اوه يعني انا احييك واشكرك لان اقلت النقطة في منتح الزكاء انا كنت جاي اقولها يعني كنت جاي اقول الله يخليك لا عفل ان نسيات الرئيس بق ما هو ده برضو توجيه زكي من نسيات الرئيس لانه لمح كده انه هنا هزي المنطقة محتاجة احوار بين الدولة وبين المواطن لحدك قلت عليه تلبية احتياجاته ونشوف عايز ايه ونتكلم معه الكلام مش لازم الناس تقدردش بالضبط لكن الكلام الحالي بيبقى فيه او الحوارات بوكت تبقى بتلبية مطالب الناس انت قدام واحدة من 255 جزيرة في مصر كانت تكون اكبرهم لان دي 1600 فدان او التحديد 1516 يعني دي قد شوفي المحسوف الانجاز اللي حصل في مصبيره مصبيره كله ده 40 فدان 4500 أسر اقولي 20000 مواطن دول في حدود 1516 فدان على 90000 مواطن فانت محتاجة الكلام والاشتباك على الارض مع خدمات الناس ومطالبهم وان احنا نوعيهم ونفهمهم وان البلد هنا هذا المنطقة اللي هي الورقة راستك齦ة factor وهنا عندنا تجارب يعني لو كان الناس في انا اسف يعني في الزرايب الاسم القديم سموا كلام اعلام الشر ماكناش دلوقتي شوفين حدايا اكتوبر حدايا مايو اصدقى لو الناس في تل العارب سموا كلام اعلام الشر وضعون روضة السيدة لو كان الناس في غيط العنب سموا كلام اعلام الشر ماكناش شوفين دلوقتي البشاير وهنا عندنا العيانة بيانة في مسلس مزبيرو قادة الأبراجة عملت وهدي الأسرة بتسكن وهدي 950 أسرة اللي قالوا عايزين نرجع مكاننا هنرجع وهيعيش وحيكوننا مرة هنا تكلمنا أن أجمل ما في الموضوع في مسلس مزبيرو أن عندنا ناس بسيطة من شعبنا حسنا موجودة حقيقة هيعيش على النيل دلوقتي يعني ما كانش ده من أحلام فإحنا الصدق في الموضوع حاصل وبالتالي الناس لازم تسمع الناس يبقى فيه حوار تلبية مطالب الناس نشرح ونوعي علشان ممكن هذه الجزيرة لتتحول لـ 1516 فنان ممكن يبقى جنة في قلب النيل حقيقة وعندنا طبعا خير ومسال منطقة محيطة بمتحف الحضارة يعني اللي يروح ويشوف الصور لا يتخال إن هذه هي نفس المنطقة ولا صور مجرى العيون طبعا حقيقة يعني محدش في الأحلام بالتأكيد ننتقل إلى جريدة الأخبار وصفحة 3 وزيادة أرصيدة السلع الاستراتيجية لتكفي 8 شهور بالتأكيد يمكن من المواضيع المهمة جدا طرح قمح المطاحن في البورصة بدءا من الأحد انتهت وزارة التموين من تفيز خطة لتأمين الاحتياجات في البلاد من كافة السلع الأساسية لأكثر من 5 شهور وده تمكيزا لتوجهات السيد الرئيس مما ساعد على عدم حدوث أي أزمات أو اختناقات أو نقص في السلع خلال فترة جائحة كورونا أو بداية الأزمة الروسية أو منذ بداية الأزمة الروسية وده اللي حننطلق منه إن دلوقتي بقينا بنتحرك ونبقى فيه رؤية استراتيجية سباقة يعني دايما كان بيحصل مشكلة وبعد كده بقى التحرك إحنا عندنا الحمد لله سواء كان جائحة كورونا أو الإقفال على المستوى العالم الأزمة الروسية الأوكرانية كان فيه تحرك مسبق إن إحنا عندنا فيه أزمات على المستوى العالم كبرى الاقتصاديات كلها يدخل السوبر ماركت ما فيش أي نوع منتجات إحنا عندناش ولا منتج كان ناقص وخصوصا مع ارتفاع كمان أسعار القمح الجنونية إحنا كان عندنا الحمد لله فائد ومخزون استراتيجي يكفي هنا بنتكلم على زيادة الأرصدة السلع الغذائية تكفي ثمانية أشهر أنا أحيك جداً للمرة التانية لأن هنا برضو في الخبر مش مفهوش التعليق لحد كل تيه الخاصة برؤية الاستباقية لأن إحنا قبل كورونا إيه اللي خلانا يعني ما كانش فيه حد في الكورونا في الحزبان خالص بس قبلها عملنا موضوع الصامع مش هو القوم الصامع اللي هيخلانا نخزين تلاتة وستة من عشرة مليون طن أمح ماركونين كده وفي أمان وبشكل علمي وبشكل متحضر وبعيدة عن القوارض وبعيدة عن الطراب وبعيدة عن الهوى وبعيدة عن الطيور وليه دون مخزنين أكل الناس ومؤمنينهم طبعاً خمسين منهم إحنا عندنا سبعين صامع خمسين منهم جديدة في المشروع القوم الصامع اللي بدأوا سيادة الرئيس قبل موضوع كورونا بكتير بالزبط الحمد لله لكن خلينا بس في التفاصيل لأن في ناس عندنا بس التباس في موضوع المخزون يقولك إيه إحنا عندنا مخزون السلع لستة شهور لقدام عدى منهم شهرين لأ هي مش كده هو دايماً يبقى عندنا مخزون سابت ستة شهور يعني إذا استهلكنا شهر بنضيف شهر تاني بالزبط طبعاً إحنا عندنا بحيث يبقى سابت على طول عندنا هذا المخزون لموضوع ستة شهور ما يتأثرش مهما حصل لكن إحنا عندنا استهلاك ربنا يزيد وبارك استهلاك يعتبر المقارنة بدول مشعوب تانية كبير يعني عندنا 2 مليون طن زيوت عندنا 500 ألف طن فول عندنا 280 ألف طن عتس عندنا 3 و3 من 10 مليون طن سكر عندنا 3 و2 من 10 مليون طن رز فكل دول نحسب بقى 8 شهور يعني تقريباً يعني نشوف في حدود 70% أو أكتر من احتياجاتنا ونبقى مخزنينه جاهز في أي وقت أي استهلاك يبقى عندنا لو الدنيا دي قفلت خالص عندنا 8 شهور لقدان فمالك بقى أنها يعني كمان بتوفر هدر لأن مثلاً الصوامع دي يعني عندنا 15% مهدر يعني عندنا 9 مليون فدان فيهم مليون راية بالزبط مليون يعني 4.5 مليار جنيه يعني كانوا بيترموا كده ضايعين فمالك كان أكتر لأنه في النبق نخزن أحياناً المحصول المصري واللي بناخده من الفلاحين فكان كرسى فدلوقات الحمد لله مأمنين محاصيل أساسية لسه بنتوسع كمان في الزراعة علشان نعمل اكتفاء زيتي إن شاء الله بإذن الله بنتوسع يعني دلوقاتي قال إحنا كاننا بنستور الستين وبنزرع أربعين بنقل بدلوقاتي إن شاء الله نزرع ستين ونستورد أربعين اللي غاية تمنعها إن شاء الله استمراراً مع الأخبار وترويد أنا عجبني الحقيقة العنوان جداً ترويد السيول لحصاد الخير خطة لتخزين 250 مليون متر مياه عبر 222 منشأة إجراءات عديدة اتخذتها وزارة الرأي للتعامل مع موبة الأمطار الغزيرة والسيول من خلال تنفيذ مشروعات صناعية بتشمل إقامة سدود وبحيرات صناعية خزانات أرضية لحصاد أمطار السيول والأمطار والاستفادة منها خلينا نتكلم هنا على مفهوم تحويل المحن لمنح يعني السيول اللي ممكن تكون من الكوارث الطبيعية اللي زي بيقولوا بيها أوليها أثار مدمرة إحنا هنا بنحاولها إلى إن شاء الله منحة طبعاً نصر بيقعن إحنا في منطقة الفقر المائي من سنوات لكن دلوقتي فيه خطة من الدولة لاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه دلوقتي بنتكلم بقى طبعاً العديد مشروعات التحلية وغيرها بقى وتنقية المياه وما إلى ذلك لكن هنا منتكلم في عمل بحيرات صناعية خزانات أرضية إقامة سدود كل ده علشان نستغل كل نقطة مياه بدل ما تبقى ضمار تبقى زرع وتبقى إعمار ده موضوع في منطقة الأهمية وهو طبعاً يعني هذا الشغل بيتكامل وبيتنغب مع خطة سيادة الرئيس اللي بتادي برضه من بدري في موضوع المياه محطة التحلية التنقية اشتباك مع الصرف الزراعة والصناعي والصحي وعملين كمية مياه كويسة سد في حاجات كتير خصوصاً في الزراعة لكن أنت قدام خير جاي من السماء كان مصدر كوارث في فترات كبيرة عندنا حدث درونج ده 612 شهيد مياه نزلت ونزلت على مخازن البترول وعملت مصيبة مؤخراً تان في أسوان العام الماضي حالما أعتقد كان برضه فيه موضوع سيوم بس الدنيا طبعاً نشتغل مبكراً وهذه كمان راحين نحاول لأنه إحنا ما أنا بقول لحدك مشروع موضوع كبير لأنه أنت ممكن كل الحديق العامة في مصر تسئ من مياه الأمطار ممكن تبقى فيه خطة لتنظيف الشوارع دورياً من خلال مياه الأمطار ممكن بعض المدن السحلية تحديداً والدلتا ممكن يبقى فيه مخرات جانبية تخزن مياه الأمطار لكن لما يبقى هنا فيه أكتر من رقم الحياة لكن خلينا على أقل رقم فيه بتكلم على 144 مليون متر مكعب ممكن التعامل معهم دول في 12% من المياه المطلوبة في بيوتنا يعني مش بس الشرب لكن بقى الاستهلاكات في البيوت طبعاً رقم ما يصحش نتعامل معهم باستهتار لكن الناس لازم تبقى تقدر لنحياناً الدولة بتعامل مخرات يعني عندنا الصحراء الشرقية دي 414 مجرى ماء أو مخرات بتودي على المحر الأحمر تيجي ناس تبني قدامها تيجي ناس تزرع عليها ما دي بقى أهمية الوعي في نفس الوقت بقى بالضبط تيجي سيول تحصل كارسي ويبقى نلاقي الناس هي المتسببة في الكوارس طيب الختم سريع من اليوم السابع بقى نتكلم على الطلاب والتحدات الطلاب والطلاب على موعد مع تجربة ديمقراطية جديدة كليات جماعة عين شمس تستعد الانتخابات للتحدات الطلابية الكليات تبدأ تشكيل اللجان المشرفة تعلق الجدول الزمني عميد الزراعة بيقول صناديق زجاجية شفافة على عمليات التصويت لجان الاشراف مشاركة الطلاب خلينا نتكلم طبعا على الانتخابات الطلابية بتعتبر الحاضنة اللي بيخرج منها العديد من السياسيين على مسؤول العالم مش في مصر بالتأكيد الفترة زي بنقول كده فترة التدريب لأي حد عنده ميول سياسية عشان يفهم يعني إيه بالضبط يفهم يعني إيه عمل سياسي يفهم يعني إيه مفهوم الديمقراطية ومفهوم الحرية الحقيقي ومش الخاطئ خلينا نتكلم على هذه التجربة وأهمية إن الشباب يعي المشاركة وأهمية المشاركة في هذه التجارب الانتخابية أو الاتحادات الطلاب زي ما حدك قلت بنجهز ناس المستقبل يتحملوا المسؤولات فيما بعد هم دول هشيل وطن في السنين اللي جاية لكن احنا قدام جمهوري احنا قدام دولة مستقل الجامعة مصر طبعا حدك عملتي قبل كده مع رئيس جامعة الجلالة وقال لك يعني هنوصل في مخطط للوصول بعد الطلبة في مصر حانا ستة من عشرة مليون طالب النهاردة تلاتة مليون كنا في 2014 اتنون تلاتة من عشرة مليون 27 جامعة ال442 كلية دي بلاد يعني احنا نتكلم في بلاد فده لما يبقى دول بمارسوا مارسة ديمقراطية وحرة وبالإرادة المباشرة شوفي بقى مدى الارتياح عند قطاع كبير ومهم من شعبنا كل الشكر طبعا أستاذنا الكريم الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحل الأساسي على زيق القراءة الوفية والشفية شكرا بنا أخليك شكرا جدا